يا اتيكم العافية يا ميس رح نبلش بدرس التعامل مع النوافذ النافذة عبارة عن صندوق او اطار بيظهر على الشاشة بيحتوي على ايقونات ملفات مجلدات يمكن فتح النافذة واغلاقها طبعا وتغيير حجمها وتصغيرها وتكبيرها رح نعرف هلأ يا ميس كيف نقدر نعمل كل هدول رح نبلش بالمكونات الرئيسية للنافذة اول اشي شريط العنوان بيحتوي على اسم النافذة والايقونة وازرار التحكم اللي هو الاكس بتغلق اللي هاي بتكبر وهاي بتصغر شريط العنوان هايو هاد اللي عندي الموجود هون بسميه شريط العنوان شريط القوائم بيحتوي شريط القوائم الرئيسية الموجودة في نظام الويندو على ملف تحرير عرض اند ادوات هلأ اي وحدة بكبس عليهم فيها اني اذا كبست عملف رح يطلع لي قائمة كبيرة بالادوات تحرير نفس الاشي عرض نفس الاشي ادوات وتعليمات كلهم نفس الاشي شريط الادوات بيحتوي على مجموعة من الادوات بنقر على اي اداة بتم تنفيذ الامر دون الحاجة الى انك تبحث عنه بالقوائم فاذن يا ميس شريط الادوات بيحتوي على مجموعة كبيرة من الادوات جزء التنقل يمكن من خلاله تنفيذ بعض مهام النظام وانه انا انتقل الى مواضع اخرى تتعلق بالنافذ المفتوحة عرض تفاصيل النافذة او اي عنصر من عناصر محددة من محتويات النافذة اذا فجزء التنقل بخليني اتنقل انا من موضوع لموضوع اللي هو من نافذة لنافذة بيعرض لكل النوافذ الموجودة عندي المفتوحة شريط العنوان اللي هو بتم عرض هذا الشريط في الجزء السفلي من النافذة بحيث يعرض معلومات بتتعلق بالنافذة المفتوحة العمليات اللي بيمكن تنفيذها على النوافذ فتح النافذة ممكن افتحها بالنقر المزوج عليها يعني اكبس مرتين على النافذة وبتفتح بغلقها من خلال اني اكبس على زر الاغلاق الموجود عندي اللي هو الاكس تكبير النافذة من خلال انه انا اكبر عن طريق الزر التكبير الموجود عندي فهذا بكبر النافذة الى حد الاقصى بيخليها انها تكون كاملة على شاشة الجهاز هلا تصغير النافذة بيصغرها الى اصغر اشي بالضغط على زر التصغير الموجود في الجزء الايسر العلوي بيخليها تختفي وين في شريط المهام الموجود عندي يعني تنزل هون عشريط المهام الموجود عندي لما انا بصغر النافذة الى حدها الادنى هلا تغيير حجم النافذة كيف بدي اغير انا حجم النافذة يا ميس بروح بحكي حرك مؤشر الفقرة الى احد حدود النافذة الى الحدود اللى هو بتكون بالزوايا هون وبتغير عندي شكل المؤشر الى رأسين وبسحب حسب ما انا بدي وبضر نقرأ باستمرار وبحرك مؤشر الفقرة بالاتجاه اللى انا بدي اوسع فيه الفقرة او بدي اضايقه حسب البديه بعدين بفلة زر الفقرة بعمل على افلاته هلا بعض الحالات لما انا بدي احاول تصغير حجم النافذة وما بستطيع اني اغير حدودها يعني انه النافذة اصغر في اصغر حجم الها ولا يمكن تصغيرها اكثر من ذلك هلا انا يا ميس هون رح اه امهي الدرس لعند نقل النافذة وان شاء الله بنكمل الدرس بالحصة القادمة ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة